الصحف العالمية خصصت حيزاً هاماً للانتخابات الأمريكية وتابعت الفوز الكبير الذي حققه المرشح الجمهوري دونالد ترامب وعودته من جديد إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من حكم الديمقراطيين قراءة في أقوال الصحف مع الزميل خلدون زين الدين مرحباً خلدون مرحباً بك إبراهيم إبراهيم ونحن نواكب الآن نتائج الاستحقاق الأمريكي التاريخي الصحف تواصل تغطيتها المباشرة عريضة آخر نتائج على مواقعها الإلكترونية التحليلات ستجد إبراهيم صحة أكبر في المقبل من الساعة والأيام أيضاً يمكن القول أنه بانتصار في ولاية ويسكنسون يصبح دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين من المتحدة هذا العنوان بالعريب في الموند انتصار سياسي لم يسبق له مثيل تعنون للتجاهه لقد كتبنا التاريخ قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمؤيده ووعد بمساعدة البلاد على التعافي تنقل الصحيفة الخطابة ترامب يهزم هارث والجمهوريين يسيطرون على الشيوخ صحيفة الشرق الأوسط دونالد ترامب يحتفل مع أنصاره وكمل هارث تلغي خطابها المقرر هيندوستان تاين مع عودته من جديد إبراهيم ترامب يصف وسائل الإعلام بمعسكر العدو العنوان في القاعدين نيوزويك ترامب حقق أعظم عودة في تاريخ السياسة الأمريكية ترامب المنتصر يخاطب الناخبين اليهود بشأن دعمه بإسرائيل لكنهم لم يدعموا تايمز أوف إسرائيل يبدو أن فاوز دونالد ترامب بالرئاسة من شأنه يعد تشكيل الولايات المتحدة وقد يغير علاقاتها مع إسرائيل في حين يبشر بإدارة لا تتطبق أولوياتها المحلية مع أولويات معظم اليهود الأمريكيين كما تقول الصحيفة الإسرائيلية إبراهيم زعماء أوروبيون يهنئون ترامب تحكي إيرونيود وروسيا رسميا تهنئ ترامب بإعادة انتخابه تعالون موسكو تايمز فاوز ترامب يحمل أهمية هائلة ليس فقط لنسبة للأمريكيين بالأيضا للعلاقات الدولية وخاصة مع روسيا أوكرانيا بعد تعهد ترامب المنتصر يوقف الحروب في مواجهة خسارة أكبر داعا مليلها الأوكرانيون يقررون مواصلة القتال ودرغة الروسي هذا ما تكتبه بوليتيكو إبراهيم ارتفاع دولار وارتفاع عائدات سندات الأمريكية مع فوز ترامب تحكي فاينانشل تايمز البيتكوين تسجل أهل مستوى لها على الإصلاق طوال 75 ألف دولار مع مراهنة المتداولين على فوز ترامب كاتب عمود الرئيسي نيورك تايمز قدم بعض المصائح لرئيس الأمريكي الجديد فاطب رئيس المنتخب قائلا أن النصيحة الأولى التي أصدها له هي أنه مدين بفوزه لخصمه بالقدر نفسه إن لم يكن أكثر مما يدين به لنفسه واجه الكاتب حديثه إلى المراشح الجمهوري قائلا بصراحة بعيدا عن أنصارك المتشددين فإن معظم الأمريكيين إن لم يكن جلهم لا يحبونك أو لا يتقن بك أنا صحة ثانية لأنك لا تملك تفوضا بإحداث تغيير شامل حتى لو كان فوزك أكبر مما تتوقعه تطلعك الرأي قبل الانتخابات أو فوزت بالأغلبية في الكونغرس أو حتى لو أرشد بك أصدقاؤك المحليون والمفكرون واعتبروك منقذ أديمقراطية حسب ما تكتب نيويورك تايم في عمود للرأي شكرا خلدون زندين كنت مباشرة معنا ترجمة نانسي قنقر